بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الأولى استخدام بيانات التكاليف في اتخاذ القرارات في المحاضرة السابقة تكلمنا عن قرار إحلال الآلات والآن نبدأ مع قرار تحديد حجم موزنة الإعلان يعتمد هذا القرار على المقارنة بين هامش المساهمة الإضافي الزائد من زيادة الحملة الإعلانية مع الزيادة في تكاليف الإعلان مثال على قرار تحديد موزنة الإعلان تنتج شركة أبها ثلاث منتجات سين وساط وعين بياناتها هي سعر بالوحدة للمنتج سين خمسين ريال المنتج صاد تمانين ريال المنتج عين تلاتين ريال تكلفة متغيرة للوحدة المنتج سين خمسة وتلاتين ريال صاد سبعين ريال وعين عشرة ريال وقد بلغت تكلفة الحملة الإعلانية بالشركة خمسة وتلاتين ألف ريال دي تعتبر تكاليف سبتة تعتبر تكاليف سبتة الإعلان تكلفة سبتة ويتوقع مدير الإعلان أن مضاعفة موزنة الإعلان إلى سبعين ألف ريال سينتج عنها كلمة مضاعفة إلى سبعين هي في الأصل خمسة وثلاثين لما تضاعف يعني إضرف في اتنين يبقى سبعين ألف ريال يبقى الفرق ما بين الخمسة وثلاثين والسبعين ألف هم الزيادة كامل الخمسة وثلاثين ألف الضعف سينتج عنها تحقيق مباعات إضافية قدرها ألف وآلفين وخمسمية وخمسمية واحدة على التوالي من المنتجات الثلاثة المطلوب تقويم اقتراح مدير إدارة الإعلان لاتخاذ القرار المناسب الحل حنبدأ نقسم الجدول إلى تلات أعمدة سين وصاد وعين وعمود للإجمال ببدأ بالمعطيات اللي كانت معطى لتنين دول كانت معطى سعر بيع الوحدة خمسين ثمانين ثلاثين تكلفة متغيرة لوحدة خمسة وتلاتين سبعين عشرة هامش المساهمة للوحدة الفرق خمسين نقص خمسة وتلاتين خمستاشر تمانين نقص سبعين عشرة تلاتين نقص عشرة عشرين هامش المساهمة للوحدة لو انضرب في المباعات الإضافية اللي هي نتيجة اتخاذ قرار بإضافة موازنة إعلان جديدة أدت إلى إعلان أكتر وبالتالي في مباعات زيادة ظهرت دي مباعات زيادة ألف ألفين وخمسمية خمسمية لما اضرب هامش المساهمة للوحدة في المباعات الإضافية حاصل الضرب خمستاشر في ألف بخمستاشر ألف عشرة في ألفين وخمسمية بخمسة وعشر ألف عشرين في خمسمية بعشر تلاتين ده اسمه هامش المساهمة الإضافي لنتيجة زيادة الإعلان أدى إلى زيادة المباعات مجموعة هامش المساهمة الإضافية خمسين ألف ريال التكاليف السبتة الإضافية كام اللي هي زيادة في موازنة الإعلان الإعلان كان خمسة وتلاتين ألف تضاعف إلى سبين ألف يبقى مقدار الزيادة هنا في الحملة الإعانية هي الفرق بينهم خمسة وتلاتين ألف الفرق ما بين الزيادة في هامش المساهمة والزيادة في تكلفة الإعلان الفرق بينهم طلع موجب يبقى التكاليف أقل من هامش المساهمة الإضافي ده يعتبر ربح الهامش ده ربح ودي تكاليف الفرق بينهم طلع في صالح المنافع في صالح منافع المنافع الإضافية لزيادة موازنة الإعلان خمستاشر ألف يبقى القرار الموافقة على اقتراح مدير ادارة الاعلان لتحقيق منافع اضافية قدرها الكام 15 نفض ان الرقم ده طلع سالب طلع سالب يبقى نرفض الاقتراح نرفض الاقتراح